عبء الاضطرابات النفسية يتفاقم بسبب جائحة كورونا هذا ما أكدته دراسة أجراها باحثون بجامعة كوينزلند في أستراليا ونشرت في مجلة لانست البريطانية المتخصصة في مجال الطب البحث شمل 48 دراسة سابقة وعمل على تقدير التغيير في انتشار الاضطرابات الاكتئابية الكبيرة والاضطرابات القلق بينما قبل الوباء وخلاله وتم جمع البيانات بالاستناد إلى مؤشرات ثلاثة هي حركة تنقل الأفراد ومعدلات الإصابة اليومية بكورونا ومعدل الوفايات اليومية وأظهرت نتائج التحليل ارتباطاً بين انخفاض الحركة البشرية وزيادة انتشار الاضطرابات النفسية وقدر الارتفاع في حالات الاكتئاب بنحو 27% كما سجل ارتفاع بنسبة قاربت 25% في اضطرابات القلق وذلك على مستوى العالم ووجدت الدراسة أن الإناثة أكثر تأثراً من الذكور بتبعات الوباء لناحية اضطرابات القلق وأن الفئة العمرية الشبابية أكثر تأثراً من الأكبر سناً فيما يتعلق بالاكتئاب وقال الباحثون إن الشباب عانوا بسبب بعدهم عن أصدقائهم نتيجة لإغلاق أماكن الدراسة كما أن كثيراً من النساء وجدنا أنفسهن يتحملن العبء الأكبر من الأعمال المنزلية ويواجهن مخاطر عنف أسري متزايد وشدد القيمنا على الدراسة على الحاجة الملحة لتعزيز أنظمة رعاية الصحة الأقلية في معظم دول العالم محذرين من خطورة عدم اتخاذ أي خطوات في هذا الاتجاه اشتركوا في القناة